حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وموضوعنا الأول والترند أو الحدث الأبرز هو في الفترة الحالية موضوع السرقة أكو سرقة حصلت في العراق من قبل إنسانة واحدة إنسانة واحدة اللي هي عاملة أفيوبية في العراق سرقت من كل المنازل اللي اشتغلت بيها مبلغ ما يقارب نصف مليون دولار وهذا العدد من الهواتف المحمولة الليوية إضافة إلى الذهب نصف مليون دولار وذهب وهذه المجموعة من الهواتف فيها بايقة هواي هواوي شون عبالتش آيفون يعني عبالتش برو شو هواي هواوي بايقة ما أدري عاملة أفيوبية تسرق نصف مليون دولار وهذا العدد من الهواتف إضافة إلى الذهب من كل المنازل اللي اشتغلت بيها يعني اشتغلت من منزل باقتها وراحت ما حد بلغ عليها ما حد دقق وراها راحت اشتغلت بمنزل جديد باقتها وراحت وهم بلغ عم تستاهلون البوغي هيش أقولكم تستاهلون معقولة ما حد يروح يبلغ عليها وما حد يروح يلقاها زين كل العاملات تدخل من خلال شركة مختصة وموجودة كل بياناتها بالجسمة هاي راحت من بالي حتى راحت من بالي اللي يدخلون بيها الناس اللي من بره زين كلها مسجلة وموجودة ليش ما أحد راحلها وراقبها وليش ما أحد دقق وراها يا بيت تدخل العفوا الإقامة هو أن تقول الإقامة موجود بياناتها بالإقامة زين ليش ما أحد راح دقق وراها الشركة اللي انفوتتها يا شركة غير المفروض أنت اليوم من انت سرقت من قبل عامل أثيوبية تروح تدقق وراها تروح تبحث تروح تشوفها وين ما وين والله تستالون هاي المبالغ كلها نصف مليون دولار هاي ترجع لأثيوبية تتكمل بناء سد النهضة والسيسي تعارك ويا أثيوبية أضافة إلى الذهب اللي ظهر أمانكم بالصورة والتليفونات هاي التليفونات النوية هواي هواي سارقة هواوي عبالها برو ما كنت شوف بي ثلاث كاميرات عبالها آيفون ما شاء الله عليك أنت فعلا كنستي للبيت كنس فعلا أنت نظفت البيت قش يتيقش ما بقيت شي عاش تيدك حرفيا أنت أحسن منظفة أنت تنظفين الأخضر واليابس باي قتلك نص مليون دولار ومدركة مغرام ذهب وهاي التليفونات كلها من يابية الطبيلة عمي شنو هاي هايش فن هذا فن صار بالسرقة فن خلنشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا تعليقات الناس ماذا كانت في الفقرة الأولى القبض على عامل أثيوبية في بغداد سرقت نحو نصف مليون دولار وسبعة وثلاثين هاتف من أدة منازل عملت بها إضافة إلى هذا الذهب اللي ظاهر أمامكم بالصورة عمي أنت أنت المفروض بعض السياسيين يتعلمون منك أنت المفروض شن سوي لش المفروض شن سوي لش كل هذا بايكتي شوف شا بايكة التليفونات أغلب التليفونات تليفونات ما النساء هذا سر وحد رح يقولي شون انت عرف من الكفارات ما لاتهن من الكفارات ما لاتهن بين التليفونات يعني أنت مش غلاتين متح بالبيت ومأمنتها على تليفونت جير تراقبها زين شوفوا هاي شوفوا اي واحد تليفون اضايق هاي الصور مالته يعني شو ركزوا هذا الاصفر هذا الاخضر انواع التليفونات واغلبين هواوي اغلبين هواوي زيني خطيعة عبالها عبالها برو عبالها ايفون زين ما شاء الله عليهم وباع الفلوس نص مليون دولار شو الحلوات مشادات اخضر امريكي علي قولة هذا اخضر بوي اخضر لا تقل لي جي غلاس غلاس مو غلاس لا لا تقل لي جي غلاس ولا قادي لهاك كله تشيه لا تقل لي ذيني زين تك تك هاك تفضل اخضر امريكي دولار نصف مليون دولار كل واحد باقت مني يستاهل قبل لتجيبها انت شوفوا الشركة المسؤولة عليها راقبها دي الله استحسن لك رح شوف وين الهذا وانشاء الله ترجع لكم التعليقات عمار يقول لين شعب يطرب على الغريب وبكل شي وهاي النتيجة لهم شغلين عراقية طبعا انا اتوقع عمار يعني عمار يشجع على العمالة الوطنية العمالة العراقية عمار ناظم يقول جميع الدول تجلب المستثمرين والتجار البلدهم الا العراق يجلب السراق لشعبه الى متى نعيش بهذه الدوامة المخزية اما المهندس ماريب ماهر او المهندسة ماريب ماهر تقول هاي مش تغلى من كل قلبها منطف البيوت من كل شي قاشة تنقش مش تغلى من كل قلبها هاي القابلة ام احمد تقول عندي اثنين اثق بيهن اكثر من نفسي ترى واضح الي يسرق من شكله افعاله ولازم كاميرات واني مخلية عشرين كاميرا ليش عشرين كاميرا محمد اخويا ليش عشرين كاميرا ش عندك عشرين كاميرا سيستم الشوارع بغداد هذا عشرين كاميرا عمليات بغداد وغدية عشرين كاميرا بكل الغرف والممرات وحتى على السطح حتى على السطح عاش تيفيتش بالسطح خافوا عجزة بالسطح يشر هدوم انت مخلي لك كاميرا اخر تعليق من دكتور علي يقول بل فين وثلاثطعش انباق مني تليفون بلك يطلع عده يتدلل دكتور علي تعال ان شاء الله وندور لك تليفونك اذا كان موجود يمهي او لا هذا كان موضوعنا الاول في فقرة فايس تو فيس اللي هو موضوع السرقة اللي حصلت في بغداد طبعا تباعا يوم ورا يوم بيت ورا بيت منزل ورا منزل تروح تسرق هذه العاملة الاثيوبية باقت نصف مليون دولار وفوق الثلاثين هاتف وعدد يعني من نظرامات الذهب موضوعنا الثاني مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الترند الشغل الشاغل كل الاوساط الرياضية الفنية السياسية الاجتماعية كل الناس خليجي خمسة وعشرين في البصرة مثل ما عودتكم في كل حلقة أطلعكم على آخر المستجدات آخر الأخبار كل الأمور اللي تريد تعرفها كمشجع أو كإعلامي أو كمتفرج أو حتى كإنسان شخص قاعد بالبيت ويتفرج من خلال التلفزيون خليجي خمسة وعشرين في البصرة بعد مباراة الافتتاح الأولى في ملعب الميناء المباراة التجريبية الافتتاح التجريبي ما بين الميناء العراقي والكويتي الكويتي صارت مشكلة كبيرة على وهي مشكلة الإنارة إنارة الملعب هنانا كانت المشكلة الناس أغواية ضاجت بموضوع الإنارة موضوع الإنارة هو موضوع بسيط إحنا اليوم راح نطلعكم على آخر التفاصيل خليكم ويانا وشوفوا تفاصيل الموضوع وأيضا كل الأخبار اللي ممكن نقدمها لكم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لخليجي خمسة وعشرين عدنان درجال يتفقد ملعب الميناء الأولمبي مساء اليوم الأربعاء يوم أمس ويتابع أعمال الشركة التركية المنفذة لمعالجة الأضواء الكاشفة للملعب هذا كان يوم أمس وبالفعل اليوم الإنارة كملت مية بالمية فباتر عاكم مباراة ودية راح تشوفون الإنارة كاملة مية بالمية هذا بخصوص موضوع الإنارة خلي نسولف وياكم بخصوص موضوع التذاكر موضوع التذاكر خلي سولفها وياكم هنا أنا موضوع التذاكر صارت بها مشكلة بالفترة الأخيرة أنه كانت أكو هاي شكاوي من قبل الناس يابا احنا قصينا تذاكر بس أكو مشكلة بالإميال ما أعرف شنو كل هاي المواضيع تم حلها موضوع التذاكر اللي مش تري تذاكر وما واصل للإميال أو ما واصل للجسمة واللي دافع وما واصلت للتذكرة واللي ما أخوذ منها أكثر واللي كل هاي الأمور تم حلها من خلال إميالات راح حس أعرضها على حضراتكم وأريدكم تسجلوها ويايا وتحفظوها الإميالات اللي موجودة عدنا في الشاشة هاي الإميالات أتمنى تركزونوا ويايا ومخرجنا إن شاء الله يطيكم إياها بصورة أقرب هاي الإميالات تقدرون تدخلون على هاي الإميالات وشعدكم شكاوي وشعدكم استفسارات وشعدكم شغلات ممكن تحجوها طبعا الاتحاد العراقي هو اللي نشر هذا الموضوع يدعو الاتحاد العراقي لكرة القدم الذين لديهم مشاكل أثناء عملية اقتناء التذاكر افتتاح خليجي 25 إلى تقديم الشكاوي على الإميالين الآتين هاي الإميالات هاي الإميالات أول إميال خاف ما تشوفوا رح أردلكم الإميال الإميال y-a-h-y-a-d-l-i-50-gmail.com أعتقد هي واضحة الإميال الثاني mhm.z4x7gmail.com هاي الإميالات اللي خافعتكم شكاوي على موضوع التذاكر خافعتكم هواية من الأمور هاي هي قدامكم وتقدرون تطلعون عليها وتراسلون هاي الإميالات وشعدكم شكاوي مثل ما قلت راح يتم حل كل هاي المواضيع من خلال هذا البريد الإلكتروني هذا موضوع أيضا عندنا موضوع آخر اللي هو موضوع التذاكر تذاكر البيع المباشر عزيز المشاهد مثل ما أكو تذاكر تقطع عبر الإميال أو البريد الإلكتروني الإلكترونيا وأيضا أكو تذاكر تباع بشكل مباشر تذاكر ورقية هسا واحد يقول لي آن وين راح ألقى هاي التذاكر هاي التذاكر وصلت إلى البصرة اليوم وكان من المقرر بيعها اليوم في مول تايم سكوير ولكن تم تأجيل الموضوع بسبب الزخم الجماهير اللي صار هاي التذاكر وصلت للبصرة مثل ما قلت لك على أساس اليوم بس تأجل تأجل إلى أي يوم؟ تأجل بيع التذاكر اللي هنبالغ عددهن على ما أعتقد 20 ألف لأنه نباعا 45 ألف إلكتروني وبقى 20 ألف ورقي هاي التذاكر راح تنباع يوم الأحد تنباع يوم الأحد هاي التذاكر بالنفس المنافذ اللي قدنا لكم عليها ملعب البصرة ملعب الميناء مول تايم سكوير مول شنشل كورنيش العشار هاي وصلت وكان من المقرر أن تنباع اليوم بس صار أكو زخم فتم تأجيل الموضوع وأيضاً أكو جمهور ما يقدر يجي منها السوي ينتظر الحد يوم ستة المباراة لا أكو جمهور يجي قبل يوم ستة ثلاثة يام باربعة يام يجي للبصرة فلذلك خلوا التذاكر يوم الأحد هو يوم مناسب للجميع عشرين ألف تذكرة لمباراة الافتتاح وصلت للبصرة والبيع يوم الأحد أيضاً أكو أخبار مهمة لازم تعرفوها اليوم المنتخب خاض آخر وحدة تدريبية آخر ميران قبل مباراة الكويت الودية اللي راح تكون باشر يوم الجمعة ساعة بثلاثة ورح نحن تجي على تفاصيل المباراة المنتخب خاض تمرين اليوم بـ 24 لاعب تمرنوا بـ المدينة الرياضية ولكن أكو أخبار لازم أيضاً نوضحها لكم الخبر الأول شيركو كريم لاعب المنتخب الوطني ومحترف نادي الكويتي الكويتي ما راح يشترك بالمباراة الودية يوم غد الجمعة بسبب شعوره بآلام بسيطة انصاب في المباراة الودية ما بين الميناء والكويت هذا الخبر الأول يعني الخبر الأول يعتبر الخبر الثاني هو أحمد ياسين أحمد ياسين المحترف العراقي بالسويد أحمد ياسين خاض آخر ميران إليه قبل السفر والتوجه إلى السعودية أحمد ياسين راح يغيب عن بطولة خليجي 25 بالباصرة بسبب أنه إجاء عقد احترافي من أحد الأندية السعودية فأحمد ياسين بالتالي راح يغيب عن بطولة خليجي 25 هاي الأخبار اللي ممكن نرفتكم بيها طبعاً بديل أحمد ياسين هو من البداية سافر ويه المنتخب هو كان أحمد فرحان هو يشغل هذا المركز أيضاً فنطمئن الجماهير أنه ماكو قلق ماكو خوف أكو موجود أحمد فرحان لاعب نادي الشرطة أيضاً هو لاعب قوي ومهم جداً ولاعب منتخب الوطني في بطولة العرب راح يعوض المنتخب الوطني فأدناي الأخبار شيركم وراح يشترك في المباراة الودية يوم غد مع الكويت وأحمد ياسين ما راح يشترك بالبطولة من الأساس هذه تفاصيل مباراة يوم غد الجمعة تفاصيل مباراة العراق والكويت الودية مباراة ودية دولية ساعة ثلاثة على ملعب الميناء الأولمبي باتشر الجمعة ما بين العراق والكويت ومنتخب الكويتي وصل اليوم إلى البصرة وخاض وحدة تدريبية استشفائية وأيضاً راح يتمرن باتشر قبل المباراة هذه المباراة في ملعب الميناء الأولمبي أيضاً راح تكون احتفالية مبسطة أيضاً للمباراة والتذاكر راح تنباع بالقرب من الملعب تذاكر هذه المباراة وأكو فعاليات كثيرة أيضاً راح تقوم بها الشركة المختصة بهاي المباراة مو الشركة الإسبانية المختصة بالافتتاح لا الشركة المختصة بهذه المباراة هاي تفاصيل المباراة هاي كل الأخبار اللي ممكن نمتكم بيها وشكوا أخبار أخرى شكوا مواضيع أخرى ممكن أيضاً تجي أثناء الحديث التعليقات يقول علي اشتريت تذاكر مباراة الافتتاح وإلى الآن التذاكر لم تصل علي خليك متابع البرنامج ورح تشوف الإيميالات ورح توصل لك تذاكر سجل شكواك أحمد يقول يا معودين ليش ما خلوا المباراة بالليل على الأقل يجربون الإنارة يعني إلا نتقشمر مرة ثانية ما راح نتقشمر مرة ثانية يا أحمد المسعود المندلاوي ليش ما راح نتقشمر لأن الإنارة جهزت 100% هي أساساً كان مقرر أنه في هاي المباراة تكون 80% وفي الافتتاح تكون 100% ولكن صار استعجال بموضوع مباراة الميناء والكويتي الكويتي والحمد الله وشكر الإنارة كملت تماماً باشر راح تشوفها راح تلحق على الإنارة المباراة ساعة ثلاثة أنت ساعة بالخمسة ساعة بالخمسة أكو ظلام فأنت ممكن راح تشتغل الإنارة وراح تشوفها عموري يقول عموري نافاز عموري إذا طلعت مخوش قولتشي إذا طلعت مخوش قولتشي يا عموري بالله العظيم كأتب عموري نافاز مصر أحسن الجو يصير طيب شنو يعني الجو يصير طيب عموري نافاز يعني شنو؟ آه ندري الجو يصير حلو الجو يصير يعني طيب شنو طيب؟ الجو يصير طيب يعني الجو يعني لذيذ ينوكل هو الجول وشنو عموري؟ عموري نافاز يقول نور الدين برافة ثانية للملعب شكراً للاتحاد على هذه الخطوة أبو حيدر إن شاء الله جهودك ما تروح هدر ونفتخر بيك وبالبطول إن شاء الله يقصد أبو حيدر الكابتن حدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة والمشرفة على خليجة 25 آخر تعليق من عبد الرحمن يقول أوكي بس إن شاء أوكي هو كاتب أوكي بس أنا قلت أوكي بس مو تنسون الإضاءة الخارجية للملعب مو تنسون تخلون حاويات نفايات أكثر وأكبر حتى الناس ما تشمر بالأرض موضوع مهم هذا رح نتحدثان وياك بهذا الموضوع يا عبد الرحمن موضوع الإنارة الخارجية للملعب أكو إنارة كثيرة وأكو شوارع مبلطة ونظيفة وأكو حاويات كثيرة جدا لذلك ما على المشجع وطبعا إحنا بالمناسبة إحنا نفتخر باليابان ونشوفهم جايسون في المباراة الأخيرة مجموعة من الشباب سووا أيضا جابوا أكياس لرمي النفايات ونظفوا الملعب وطلعوا نعول إحنا على شبابنا المثقف على أبنائنا على كل الجماهير اللي راح تجي للملعب ملعب من تطلع نظفه بس أعظم رسالة ممكن تقدمها بره الملعب شوارع مبلطة نظيفة بيها إنارة بيها كل شي بيها حدائق بيها أيضا ما مطلوب منك غير أنه تحترم المكان ومتسي استخدامه فقط هذا اللي مطلوب منك تجي ومعزز ومكرم تشجع منتخبك بالمناسبة المنتخب يلعب بين أرضه وبين جمهوره وإحنا نفتقر بهذا الشي دائما نقول المنتخب العراقي جمهوره فيا جمهورنا إن شاء الله تكونون النقطة أو العلامة المضيئة في البطولة مع الافتتاح والختام اللي راح يكون مبغر تماما مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقولكم في مالا